هو الشيء اللي هو تحصيل حاصيل آمين بالخصوص لأن ما يمكنش أننا بالنسبة لي للمنظومة ديالتحكيم والناس الصاهرين على التحكيم لأن الناس يحاولوا يوهموا للشارع الرياضي بأنه كان هناك تغير وكان هناك أسماء جديدة فالأسماء اللي كتصير ده هي التي تعاقبت على التحكيم منذ عشرين سنة وبالتالي أنا باش ما يبقوش الإنسان التفاوز بواحد جوج ديال الأشخاص اللي تزادوا جداً أما الباقي كله اشتغل لمعة الجنة مركزية ديال سيل كعواشي لمعة الجنة مركزية ديال سيل أحمد غيبي ولا أي واحد في هذه المساعدة وبالتالي بالنسبة لي الناس بتالي سن في دمى عندهم بحليك نقول أنه بني تمام بقاش عندهم ما يعطيه للتحكيم المغربي وبالتالي بالنسبة لي تحكيم المغربي يحتاج إلى واحدة رجة الكبيرة باش غادي يمكننا يمكننا نهدو بي وباش يمكننا وبالتالي أنه بالنسبة لي هذا الأخطاء كتجي نتيجة التكوين ديال الحكام مسألة تانية هو لقاء أسبوعي اللي كي حاولوا يعقده دائما ولمديرية ديال التحكيم قاكي تتعقد بوحد طريقة اللي هي شوية مستفي الزواء متيرة عبارة عن الإلقاء بالكتابة الشي اللي بالنسبة لي للناس إنه كل ما تتطورات كل ما في المجال ديال السمعي البصري باش كتقدم المعلومة واحدة الشكل المتطورة إننا نقدمها للناس بوسائل اللي هي بداية مسألة تانية هو الضغط اللي كيعيشوا الحكام لأنه عندنا وحد العدد قليل ديال الحكام وغادي يزيد يقل بالخصوص إنه مثلا هات السنة غادي يكونوا مقبلين ثلاثة ديال الحكام التقاعد اللي هما السيم محمد النحيح السيم محمد بلوت وكذلك أرضوان جيد السنة المقبلة ثلاثة آخرين اللي غادي يتقاعدوا اللي هما سامير الكزاز كاريم صبري ودكير الداد فاستدية الحكام اللي غايت قاعدوا في سنة ونصف واش قادرين باش غير نعوضوهم وبالتالينا بالنسبة لي هذا الضغط هو اللي كيشغل بالحكام هو اللي كيخليهم يرتاكبوا أختها كثيرة فربما اللي اللي بعدها بالحكام راكيدين حكام اللي ما دخلوش من ثلاثة في شهر جوج مازال ما دخلوش لديور ديالهم وهما هذا والخصوص الناس اللي متواجدين إما في الجنوب الساعة أولى في الجهات الشرقية واللي كتكون عندهم مسافة طويلة باش يتنقل الإنسان من مدينة دريوش إلى مدينة المحمدية نهار لحد ونهار لاربع يولي يتنقل المدينة آسفي بعد منها يولي يتنقل المدينة برشيد فانا بالنسبة لي شيء اللي هو مرهق بالنسبة للحكام وهذا اللي كيخلي مثل هذه الأخطاء لا هي ربما بالنسبة لي يحتل الوسائل ديال النقل أنها قد تكونش مساعدة للحكام لنستادي الكاميرات آخ آمين غير كافية باش نقل بطولة من واحد الصورة اللي سكون بالنسبة لي بواحد لكالية ديال الصورة اللي سكون جيدة وبالتالي هذا هذا الإشكال الإشكال الثاني هو الضغط اللي كيعيشون الحكام الإشكال الثالث هو المبررات اللي كيحاولوا يلقونهم لجناف ذاك اللي قال الأسبوع كيحاول يبرونهم الأخطاء الشي اللي وقعد بالنسبة للحكام أو اللي بنا المترقة ديال التطبيق القوانين والمترقة والسندان ديال تطبيق ما يقالوا لهم ذاك الدول الأسبوعية وبالتالي هذا اللي كيطرح لنا هذه الإشكال وبالتالي كأن نشوف واللي نسمع عبارات اللي كيتداولوها من خلال ذاك اللي قال الأسبوعي الاحتكاك لايرقى إلى مستوى الخطأ السقوط ليس كطابعة الخطأ وبالتالي هي المصطلحات كيحاولوا ممكن ما يتلاعبوا بها ويحاولوا ممكن يقدموا بها كي يقولوا بإنه همارة هم كي كالبينان راح ناكن ندوخوا على على الجمهور. وأنا بالنسبة لي همارة كي حاول إنهم كيتلفوا الحكام بالنسبة للقواني باش إنهم يطبقواها بالشكل اللي غادي يتطبق وما وقع في مقابلة ديالتان جابة جوج ديال الفروق أنهم يحتجوا لإنه إذ لا يعقل باش إن هول الكورة تخرج من 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 ستشبكة باليد وما يتحركش الحكام والحكام المساعد وكذلك الغرفة ديال الفار وكذلك إنه الإلغاء هدف مشروع ديالنا هدف سبركان وبدون ما يكون هدك هدك يعطينا كذلك السيامين هو إنما كنلقاوش عقوبات في نهاية الأسبوع حتى الحكام ولو كيعيشوا ديك الأرياح يقولوا خاندير لي درس أننا غاد يلعب لاني بحالي مفرود عليهم أنهم باش غاد يلقى التعيين ديالي. ما شي ما. لا ما ما نظنش أنا بالنسبة لتكون هناك شبهات بالنسبة للحكام اللي تكون عليهم ضغوطات مجيئة معينة. إنه بالنسبة لها يحتلحوا بالنسبة لكي ترخاو مادم أنه يكون عنده اللقاء دياله في نهاية ديال الأسبوع غادي صور المصرف دياله كيمشي كالبيتري كيف مبغى وبالتالي إنها بالنسبة لها منيك تكون هناك العقوبات وكيكون هناك أنك منيك تحرمه باش يجري مقابلة في نهاية الأسبوع وكيضيع في ذلك التعويضات اللي غادي اللي غادي يحصل عليها في نهاية ديال الأسبوع كيععرف بأنه سخصوا غادي يجد وغادي يشاهد وبالتالي غادي عرف برسول غادي يتحرم من هذا المسائل وبالتالي إنها بالنسبة لها هناك يبقى الجهاز الواصي هو لي ما كيقومش بالعمل دياله على أكمل وجه لإنها بالنسبة ليا خصت تكون هناك حاصيلة أسبوعية خصنا نوقفو عليها ونوقفوها لأخطاء وليما لافذك اللي قال أسبوعي نقولوا الأخطاء اللي وقعت علينا ما غا نغيروش نتيجة ولكن بالموازات غادي نكونوا اتخذنا إجراءات آآ عقابية فحق المخالفين وانضباطيها فحق المخالفين ماش يمكننا نضمنه ولو آآ غيئ على واحد الوضع اعتيباري للفورق مغان نضلهمش النوقات ولكن على الأقل لك يقولوا بنا رأي ذاك الحكام اللي دارنا ذاك الخطأ رأينا العقاب ياله هو يمكن لي نوصفه لك السيامين هو جع جعب إلى طاحين أنا بالنسبة لديك الزلزال عطانا واحد الوضع اللي هو شاد بالنسبة التحكيم المغربي لأنه في العالم التحكيم المغربي يسير بجهازين اللي هو اللجنة المركزية للتحكيم اللي كتعنا بوضع الاستراتيجية ديال 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 التحكيم في بلدين معين والمديرية ديال التحكيم اللي كتعنا بما هو تقني وبما هو تطوير التحكيم المغربي احنا ولاد زاد عندنا لجنة اخرى اللي كسميها اللجنة التنصيقية وبالتالي بالنسبة لي ما عندها الساند قانوني أنا بالنسبة لي السندق المتمنى كان رجعو لي قانون الحاكم للصادقات علي هذه الجامعة واللي نجزاته للجنة المركزية ديالة سي الكعواشي ما كان لقوش في هذه اللجنة التنسيقية بمعنى أنه بالنسبة لي واحد الكائن غريب داخل الجهاز التحكيمي هو الذي يسير هو الذي يتحكم فيه سي بالقشور وفيه كذلك سي جامال الكعواشي ولكن سي جامال الكعواشي هو الذي يدبير لكله وبالتالي أنا بالنسبة لي خرج من الباب وداخل من النافذة هو غيباش نعطيك واحد المسألة بالنسبة للانترناسونال بورد هو المجلس التشريعي البورد واللي كيتكون من مجوج ديال الأقصى من القاسم اللي هو الدول ديال البريطانيا العودمالي وهو سكوتلندا، إيرلندا، ويلز وكذلك الإنجلاتيرا اللي ربعا ديال الدول بالإضافة إلى الفيفا هادوك عندهم صوت لكل دولة معينها ربعا ديال الأصوات والفيفا عندها ربعا ديال الأصوات والشرط الأساسي بالنسبة للقوانين ما يمكن لها تدوز إليه لأنه عنده ستادي الأصوات بمعنى لما كنت هناك توافق بين هادوك الناس اللي كيقولوا هما اللي اخترعوا التحكيم وبين الفيفا ما عمروا وغايدوز ذاك القانون كتكون هناك مقترحات اللي كتجي في شهر تسعود وشهر عشرة كتجي من الاتحادات الوطنية كتجي من الخبراء ديال التحكيم كتجي من التكنيسيان كتجي من ذلك التقنيين ديال الفيفا اللي كيحاولوا دائما يرسلوا مقترحات ديالهم لكأنها كتحاول لنا في ذلك الوقت كامل كيحاولوا أنهم باش يقرواها مزيان وكيحاولوا أنهم يأخذوا منها وبالتالي كيأخذوا منها بعض المقترحات اللي كيحاولوا يعرضوها على الجيماع السنوي اللي كي تكون بين شهر جوج وشهر ثلاثة باش أنه كيحاولوا يصادقوا عليها باش أنها كتطبق ابتداءا من بداية ديال شهر سبعة والمقترح اللي كيقضى الجامعة الدولية وكذلك الانترنسونال بورد هو اللي كيحاولوا ما يمكن أنهم يخفوا من ذلك الطرد ديال الورقة الحمراء الكثيرة في الملاعب ويحاولوا ما يمكن أن نعتادك تدخلات العانف وكذلك الاحتجاجات المتكررة كيحاولوا يخلقوا لها واحدة البطاقة كيقولوا هما البطاقة الزرقاء اللي كتعطينا ديال عشرات دقائق ممكن يكون الإبعاد لمدة ديال عشرات دقائق ولكننا بالنسبالية هي من ناحية الفلسفة ديالها هي نقول بأنها مقبولة ولكن تحتاج إلى إجراءات ميستارية باش نزيد نوضح لك أكثر عنها بالنسبالية لأنه إلى دخلنا هذه القادية ديال عشرات دقائق لأن كل واحد كيقولوا بأنه غادي يكون نحتج الحاكم عواضة باش نعطيه الورقة الصفر أننا نبعده عشرات دقائق فنحتاج إلى ميقاتي نحاول loutable ب نے الكورنوميترون وأستطيعوا كذبة بالباسكيت أو بالهوند نقول لillah والذي سنحاول مع العلم ان دائما كرة القادمة تريد دائما من هذه القادمة تبي��릴게요 وانهم تعطينا إشكال أخر بالنسبال لأنه ما نقص بإتسابة ما نقص الوا يمكن نبق عليه أو في الوقت الذي تكون الجرام talk هذا سيطرح أنه إشكال آخر بالتالينا بالنسبة لكي تكون صعوبة كبيرة فهذا المسألة باش غادي تطبقوا باش غادي يصادقوا على هاد الورقة الزرقة لأننا بالنسبة لها تحتاجوا إلى المزعيل المسترية ومكانتنا شغادي يصادقوا عليها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس